يكون تأكيد أن الأهم في طبيعة العلاقات السعودية العراقية في وجود دولة رئيس المصطفى الكاظرين هو مصلحة الشعب العراقي الشقيق والسعادة أمن والاستقرار ومثم تقديم حزمات اقتصادية وتجارية أيضا ولعل موضوع ملف الطاقة اليوم الذي عاد ليتجدد اليوم في الداخل العراق وتحديدا طاقة الكهرباء تمثل مؤرق حقيقي لطبيعة الوضع في العراق وتقوم المملكة حقيقة بدور كبير في هذا المجال إضافة إلى خطط الاستثمار كبيرة جدا التي حصل عليها العراق سواء من المملكة العرب والسعودية أو من بقي دول مجلس التعامل الخليجي ومن ثم أيضا رأينا قمة الشام الجديد في اعتقادي أن الانفتاح السعودي على العراق سيمثل دفع جديد وكبير للعراق هناك العديد من الملفات التي يحتاج العراق من أشقائه الوقوف معهم في سبيل تجاوزها أهمها الملف الأمني وملف الاستقرار وقطع التدخلات الأجنبية وأعتقد أن هناك شوط كبير انقطع في هذا المجال الملف الأكبر هو ملف المياه وملف الكهرباء التي يحتاجها العراق أعتقد أنه سيجد ضالته في المملكة العربية السعودية وفي جواره العربي أيضا تخليص العراق من الابتزاز الإيراني الذي يمارس عليه في هذا المجال حتى الآن مع إيمان دول مجلس التعاون الخليجي بعدم التدخل في السياسات العراقية وعلاقاته التاريخية مع جاره إيران أو جاراته تركيا هذا أمر داخل سياد عراقي تقرر السياسة والسيادة العراقية الأهم هو الوقوف مع الأشقاء العراقين في كل متطلبات الحياة الإقتصادية والحياة اليومية للشعب العراقي الشقيق ترجمة نانسي قنقر